ميثاق العمل الوطني حق التعبير عن الرأي حق كفله ميثاق العمل الوطني الذي جاء برؤية قائد حكيم شكل نقطة انطلاقة لمشروع تنموي قاد مملكة البحرين إلى نهضة شاملة حيث أعطي العمل الصحفي والإعلامي مساحة واسعة لممارسة الدور الوطني في ظل مناخ ديمقراطي من أجل إبراز الوجه الحضاري والمشرقي لمملكة البحرين ميثاق العمل الوطني خلق أرضية صلبة لانطلاق مشروع صحفي متكامل من حيث عدد الصحف حيث حتى المهنيين الصحفيين البحرينيين القانون كفل حرية الرأي والتعبير والنشر لذلك النهضة الصحفية كانت نهضة جميلة ويشار إليها بالبناء ليس محليا حتى في منطقة الخليج أو عن مستوى العالم العربي مكتسبات إعلامية تحققت في عهد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله جاءت من منطلق إيمان جلالته بأهمية دور الصحافة والإعلام في رسم ملامح مملكة البحرين الحضارية ومستقبلها حيث حقق المشهد الإعلامي تطورا ملحوظا يتماشى مع النهضة الشاملة وما حققته من قفزات ومكتسبات نوعية على كافة الأصعدة إضافة إلى تغطية دور المملكة ومشاركتها الخارجية في كافة المحافل العربية والإقليمية والدولية الحراك الصحفي في تغطية مجالس البرلمانية السابقة إلى اليوم كيف كانت الصحافة تغطي كيف النواب أيضا عندهم منابر إعلامية مختلفة لتعبير عن آراءهم فكانت العملية جدا جميلة بالنسبة للصحفيين لأن نرى هذا الحراك أو هذه الصحافة عندما تزدهر في الإصدار تزدهر حتى فيك عدد العاملين فيها يعطيك منتوش جدا طيب وهي أن نقدم صحافة وطنية مسؤولة إنما يتمتع به الصحفيون والإعلاميون من تقدير ومكانة تتجسد في إطلاق مملكة البحرين للعديد من المبادرات التي تثمن عاليا جهودهم ودورهم الوطني ومن أبرزها جائزة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء للصحافة وتأسيس جمعية الصحفيين البحرينية وهذا ما يدل على ما تعيشه مملكة البحرين اليوم من ازدهار صحفي وإعلامي وثقافي